وداعا لتنظيف الحمام في هذا البرد هذا الاكثر من شهر يبقى معكم بهذا البياد هذا وغتتخلصوا اعزاكم الله من هذا الاسفار وهالتكلوس تغيب مع القوحدة وهذا الخلطة رهيبة اللي ستكتشفوا معي ستنظف لكم الحمام الحوض وحتى الحوض دي المطبخ كذلك وتخلصكم من الروائح وتعتر لكم وكتشفوا افكار اخرى في هذا الفيديو هذا ما تشوفين ويلا نبدأ وعلى بركة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام مرحبا بكم في هذه الحصة جديدة فيديو جديد وافكار جديدة على التنظيف كنتمنى اعطنا الاعجاب لكم وكاشكركم سف سف على المتابعة لا تنسونيش في لايك وبركاته وكنتمنى لكم فرجة ممتعة سوف نبدأ بسم الله على بركة الله سوف نجاوبكم على هذه الليقات اللي سولتوني لهم بزاف بالنسبة لهذا الرقاق اللي يكونوا اما بالزرق او بالبيض كنشريهم من سيدلي او ببارا ولكن بالاخص كنشريهم ببارا باردين نغيت لسيد درهم هاد البيضين هادو رائعين وعملينه وبنسبة لهذا الرقاق اللي هاد البرد هادا يعني كان نصح كل اخص انها تشريهم اشي كنشريهم هاجبين يعني مقطنين في ذاك المكان يعني دي الليد كاملة الا هاد الفوق هادا اللي كيكون فوق الحواج ما مقطنش يعني كيحميوكم من الماء من البالل وكيبقوا يديكم سخان ما شاء الله كانوا شحال هادى يعني ب13 درهم ولكن دبا ما نكدبش لكم يعني غايكونوا كتر من 15 درهم يكونوا فاتوا يكونوا وعادي نندزو نتعرفو على الخلطة ديالنا ونبدأو الفيديو ديالنا على بركة الله بالنسبة لهذا الخلطة هادى غادي تديروها مرة واحدة وغايترتاحو كيما قلت لكم في اول فيديو اكتر من شهر صدقوني هاد البرد هادا عما تقوز خمف تنضيف ديال الحمام ديرو هاد الخلطة السحرية ديرو اي مسحوق عندكم عادي ديال التنضيف وممكن اضافة كأس من مسحوق الغسيل اللي عندكم يعني ديال لماشيني لابا شو تضيفو حل كأس غيباش تزيدو من الفعالي ديال هاد مصحوق هادا وغادي نضيفو واحد الخمارة ولا جوش خمارة سقدم ازدسو يعني في الكيميا كان احسن باش تهنو كيما قلت لكم مدى ديال شهر بالنسبة البيكاربوناتسوديوم انا كنصحكم ديرو بكية كاملة لان انا ديجا كان عندي في البيدو اللي دير في هاد الخلطة باقي عندي وكسديجا مكترا بكاربوناتسوديوم يعني دا بغا نضيفو واحد لسهد المعال كلها 4 ننصو ما ضيفو البكية كاملة يعني فهاد الكيميا مثلا اللي درنا نعينيها تدروح الكيميا مرة واحدة وغا ترتاحو بإذن الله دابا كيمشو معايا درنا مسحوق ديال تصبين درنا بكاربوناتسوديوم ودرنا الخميرة ديال الحلويات غادي نضيفو هاد المكعب ديال انتي كالكير مكعب الرائع الخاطير اللي تقسم سبعكم بسرطة استعمالة ديالو هدا فعلا كيهنكو من ديك الدهون ومن يعني من داك الجير ومن ديك الاسفرار ومن ديك تكلوسات ومن داك الكالكير اللي كيكون صاف تنضيف يعني هذا راه ضد الكالكير يعني خاطير ديرو مكعب واحد ولا جوج الاحساب من الاحفضل ديرو جوج غادي نضيفو واحد المكعب كتالك ديال الغستالة ديال اواني هدا راوخ ما تكون شاعدتكم مصات الاواني فتار غادي تشريو هاد المكعبات هادو كيتبعوه بوحدهم سافي بعد ما هرستو ضد فتو غادي نضيفو واحد جوج معلقة ديال الملحة وكتكون هادو هي الخلطة ديالنا وخشتو هادو المكونات يعني را مش كتار ولكن كيعطي واحد تنضيفو كيهنكو من الحكان ومن تعب ومن الاسفرار سافي دا بتيبقى لنا غادي تعتار تعتار يبقى لكم اختياري ممكن تكسفوا بعض الخلطة ممكن تضيفو لي انا كنضيف سراحة واحد المعلقة من هاد المعتر ديال الملابس الخطير ولا زوية العطرية ولا اي عطر عندكم ولا غير منظف الارضيات مهم اللي بغيتو لالروح ديال المنظف الارضيات اللي بغيتو نشو ما كتطيفو انا كنضيف هذا وكان خلط سافي كتكون هادو هي الخلطة ديالنا يعني تديروها كيما كتلكون مرة واحدة وكترسحوا ما كتبقوا بشي ان يتعودوها وكتبقوا في الاخير ممكن تضيفو لها غير المسحوق يمكن تزيدوها للمكونات كاملين لكن بقي لكم ري شوية في تاكل الانية فاش نشو ما ديرين ها كتضيفو غير المسحوق سافي دا بغا نجيب واحد دواز باش اناني نستعمل هادو حضور كيما كتلكون باقي يعني دي يعني منها فعلا نفعتني هادو الخلطة دي وزدت علها دا باش مكونات يعني باش عطيكم الفعالية اكتر واكتر سافي دا بك نحتفضو بهد الخلطة دينا وكان بقا ونستعملوها انا غنقول لكم استعملت دي لها الرائعة بالنسبة لي بغيتو تنضيف الحمام العميق يعني كيف تشحيدو داك الاسفيرار وتشحيدو دي كتاكلو ستصعبو اسمي صورة الفيديو دي جتقسمو عكم زاف دي الفيديويات على الحمام كيفش تنضفوه يعني تنضيف عميق دا بها هاد الخلطة هادي اشنو كتديرو بعدما يكون عندكم طبيعة الحمام منظفينو غاسلينو هاد الخلطة ما كتخليش اسفيرار اتكون ولا الجير ولا الكالكر ولا اتشي حاجة كتستعملو مع القا في الليل ومع القا اصباح كش كتبغيت ناس سيدة كتاخد واحد المحلقة كترش بها ممكن تحكو مو ديك سعب الشيطة غير ها كغيتدوزها باش الناس وستلقع لاماكين وممكن تخليها هاد الاسفيرار هادا ما كتبقوش تشوفوها عزاكم الله يعني دائما الحمام دي لكم تيكون بهاد البياد هادا وكنديرو في الكرموية الناس كنديرها كواحد الرش وإلا بغيتو في الصباح يعني فش كتفي قصيدة كتخوي الماء وكتدوز واحد شي تخفيفة او لغي مع القا فش بوت ناسو صافي مع عمركم ما تشوفو الاسفيرار وكتهنو منتصدف وكذلك ممكن تصدفو به الحوض ديال المطبخ عزاكم الله يلاغ سلتو تجاج او للسامك ولا اي حاجة او للكرشة ولا يعني يا را ما كتبقش عندكم الرائحة نهائيا وكتبقوش عندكم واحدة الرائحة في المطبخ رائعة وكذلك ممكن انكم تاخد تحكوك يرجع لي واحدة اللمعة خاطيرة وكي نضفوك يخلصو لكم ديك الدهون ودك شي كالي كتكون يعني في المطبخ هكا وكي كل حوض ديالكم حلا مضبب هاد الخلطة هادي كترجع لكم واحدة اللمعة وواحدة الرائحة يعني وممكن كذلك في الليل انكم تديرو غير هو وما تدخوش الماء وكتشي السيدة يعني كتناس يعني كي تهننوا في الصباح يعني لاخوات شويد المدى في لاحظو هاد اللمعة ما شاء الله اللي كتحصلوا اليها كنتمنى فعلا هاد الخلطة هادي تجربوها وطبخ كي تحل هاد الحوض هاد وما كيبقاش مخنوق نهائيا وغادي سرسحوا بإذن الله منتنظيف اليومي تبا غا ندوزوا الباقي الأفكار كي ما كتشفوا معياش كولي ما كيعانيش منا من هاد المشكل هادا ديال الفوطات ايفو كيجي ولادنا وليحنا نمغلون نمسحو كيتحولينا الفوطات هاد الامر هادا غا نعطيكم واحد الحل اللي غيهنكم بإذن الله سوى الفوطة ديال وجهه أولا ديال يدين ما الأفضل هكا تبقوا تحطوا فوطة خاصة باليدين وفوطة خاصة بالوجه او لا فوطة خاصة بالأطفال فوطة خاصة بيكم باش ما تبقاش يعني هكا تخلطوا الفوطات ودائما كل يومين هكا كي سغسلوهم ساسبت لهم لانك كي ما كتعرفو يعني ضروري من تسنطيف ليومي الفوطات دابا كي نجيبو المقابط المقابط هما يكي نحشاجو لهذا الحيلة هادي وهذا الفكرة هادي من الأحسن الكبار إلي كنانكم هاد اغليد وإلي كنانكم مرقاعت كتديرو غيدو كل مقابطات الصغار سافي كتتمسكوهم من الأسفل يعني كتشدو هاد الفوطة ديال كم باش ميبانش يعني هنا دافع ديالنا المقبط ما يبانش و الفوطة ما تحش يعني تتلعب لكم هاد الفكرة جر أدوار كتديرو المقبط هاكا من الأسفل كتشدو يعني كتقبضوها بحلا بويتو الدراف النشار وفاش كتبغي تمسحو يعني ما كتطحش الفوطة نهائيا وحتى وليداتكم ما كتطحش لهم كنتمنى في لان هاد الفكرة هادي انا تفيدكم كينان حتى واحد الباندات يعني هم تفرينش هادي حاليا هما كتمسكو بيهم هاد الفوطات هادو ما كيتطحوش نهائيا لاحظوا معي الفوطة لمدارش لان مقبط يعني غير جيت المسح طاحس وهادي يعني كتبقى ثابتة يعني بجوجهم غدي ندل لهم هاد الفكرة هادي وغدي تشوفوا ناشيجة في الاخير كنتمنى الفكرة تكون واضحة ولكن عندكم هادفش كتعلقو الفوطة ترقيق راه ممكن يعني تديرو اي مقبطات انتو ما بغيتو فكرة عملية ورائعة وخا كتبها لكم يعني هاكو الكرة راه ما كتسهل عليكم ما كيبقاش الفوطة نهائي ينطح ولا تتعفن ولا تشي حاجة لاحظوا معي يعني كتبقى ماسكا راسها تديروها من الجواني بجوج صافي وكتر ساحو يعني م كتبقى المنظر ديالهم شوية وزعمها موزع شوية يعني من الافضل تديروهم من الاسفل مي باش المقبط وكذلك فوطة تفقى بشدودة كنتمنى فعلين هاد الفكرة هادي انها تفيدكم ستعملوا هكا علفات ديالكم هكا اللي كيكونوا بسرعة كيطحو لكم وهناك يكون الفيديو ديالنسة لو كنتمنى هاد الحصة تكون خيفة ريفة على قلوبكم تكونوا استفتوا ولو هو القليل ولو فكرة واحدة بإذن الله وتجربوا الخلطة اللي اعطيتكم كشكركم سبسف المشاهدة إلا بغيتوا معياتي اللي هناك أقولكم شكراً على الوفاء ديالكم وللمزيد من الحيال والوصفات وأفكار سهلة وسريعة كيما كتشفوا معي في الصور مرحبا بكم في القناة شاركوا فعلوا الجرس بجدائماً توصلوا بكل جديد ودائماً تدروا الجديد ديالي وإلى حصة قادمة إن شاء الله مع وصفة جديدة أو نصيحة جديدة مع خديجة وفرجة ممتعا مع باقي الصور مع السلامة